ليبيا وخطوة جديدة نحو ترسيخ الاستقرار وإنهاء الصراع فوفقا للبوصلة التي حددتها خريطة الطريق السياسية تسير البلاد في طريق الحل إذ أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات فتح باب الترشيح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية يوم الأحد المقبل المفوضية قطعت الشك باليقين لتؤكد أن قانوني الانتخابات الرئاسية والبرلمانية قابلان للتطبيق حيث ستعتبر ليبيا دائرة انتخابية واحدة يتنافس فيها كل مرشح للانتخابات الرئاسية على أن يحصل الفائز على 50% زائد واحد من الأصوات خلال الجولة الأولى في حين يتم اللجوء لجولة ثانية في حال لم يحصل أي مرشح على هذه النسبة بدورها ألقت الولايات المتحدة الأمريكية بثقلها خلف هذه الخطوات مؤكدة دعمها لإجراء الانتخابات الليبية في موعدها المقرر في ديسمبر المقبل إذن هذه الخطوات وغيرها على طريق الحل السياسي في ليبيا لم تكن لتتحقق لو لو وجود دعم دولي وأقليمي قوي هذا الدعم يترجم في وقت لاحق هذا الشهر من خلال مؤتمر باريس بشأن الأزمة الليبية المؤتمر الذي سيعقد برعاية الأمم المتحدة يشارك فيه نحو عشرين من قادة وزعماء دول المنطقة والعالم